يسعدني بداية أن أنقل إليكم تحية سيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وتمنياته لفعالية هذا المنتدى بالنجاح في تقديم المقترحات والرؤى الكفيلة بتعزيز السلم والأمن الدولي كما أود أن أشكر في ديرالية روسيا الصديقة على كرم الدعوة للمساهمة في هذا الدور الحادية عشر للمنتدى بمداخلات هذه المخصصة أمن الشرق الأوسط والقارة الأفريقية في جوانبه العسكرية وذلك من أجل عرض المقاربة الجزائرية في التعامل مع التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها هذه المنطقة تؤمن الجزائر بأن الوقت قد حان بالنسبة للمجتمع الدولي لأن يعي أهمية الحفاظ على الأمن الدولي من خلال التكفل الجاد بالأسباب منتجة للأزمات والمغضية لعدم الاستقرار والمتسببة في اللا أمن الدولي والجهوي ولن يتم تحقيق ذلك إلا عبر الالتزام التام بالشرعية الدولية ومساعدة والدعم الدول الأفريقية لتمكينها من تطوير حلول ذاتية والشاملة من أجل التكفل للسياد بمشاكل القارة بعيداً عن التدخلات الأجنبية ومحاولة صناعة عدم الاستقرار إننا نتطلع عبر المشاركة في هذه الندوة إلى بناء حوار متميز ومثمر وتجسيد التفاهم المشترك المتعدد الأوجه قصد العمل سوياً لتحقيق السلم والأمن والتطور والرخى لصالح شعوب العالم ختاماً أود أن أشكركم على تنظيم هذه الندوة في ظروف ممتازة متمنياً أن تتوصل أشغالها إلى نتائج ملموسة تنعكس على الدول العالم بالأمن والسلم ترجمة نانسي قنقر